نعم أولا يجب أن نشير إلى أن للتاريخ منطق وأن التاريخ يعري الحقيقة ويكشف عن كل الشعارات والخطابات التي ترفع بالفعل أن القضية الفلسطينية لم تكن قد في أولوية السياسات العربية الإقليمية في الأجندة السياسية وإنما كانت حاضرة كقضية أولى على مستوى الخطابات السياسوية وعلى مستوى الخطاب الإعلامي فالآن بعد أكثر من أربعين سنة والشعوب العربية تحلم بشعارات الخطاب القومي الخطاب الناصري الخطاب الشراكي الخطاب العروبي مع الزمن مع الطاريخ اكتشفنا أن كل ما قيل حول قضية فلسطين أدى إلى نتائج معاكسة تماما لكل الشعارات التي رفعتها أول الأنظمة العربية بكل يساريها وليبراليها وإسلاميها وحتى الشعارات التي رفعتها الجامعة العربية الآن عادي جدا أن تصبح القضية الفلسطينية أو قضية فلسطين قضية خارج الأجندة العربية لأسباب متعددة منذ القرن السابع والثامن عشر والصهاينة يخططون ويحددون لكل قرن أهدافا استراتيجية للقضاء على قضية فلسطين في غفلة عن الأنظمة العربية التي كانت تدغضغ الشعوب العربية وكانت تبيع الأوهام فماذا بقي الآن من القومية العربية ماذا حققنا في الوحدة العربية هل استطعنا أن نحرر ولو جزءا بسيطا من فلسطين بل كيف يمكن أن نحرر فلسطين وما زالت أزاء كبيرة من الدول العربية تعيش تحت الاستعمار أعتقد أن الفلسطينيين أيضا هم ارتكبوا خطأا استراتيجيا وقد أشار لها أكثر من مرة الراحل العرفات حينما اعتقدوا أن الأنظمة العربية وبأن مجموعة دول الحياز وبأن الجامعة العربية صادقة في تحرير فلسطين وفي وضع حد للمدي الصهيوني الآن القرن 21 هو قرن العربدة الصهيونية وقرن الكيان الصهيوني الآن لم تهزم مع الأسف الأنظمة العربية بل هزم المتقفون وهزم النخب العربية وأخطر ما هزم هو الإعلام العربي الآن أنا أتأسف حينما أرى أن الإعلام العربي لا في الشرق أو في دول المغرب يتعاملون مع الكيان الصهيوني وهو يدمر ويقتل أبناء الفلسطينيين بقوات الاحتلال غابت الصهيونية غابت مجموعة من المفاهيم وأصبحنا نتعامل مع القضية في إعلامنا كقضية لا تمس للعروبة ولا الإسلام ولا شيء وبالتالي فالطاريخ العربي اليوم عرى حقيقة الأوهام العربية وعرى حقيقة موقف الأنظمة العربية بكل أصنافها اتجاه قضية فلسطين فالآن ما يقوم بالكيان الصهيوني هو مخطط منذ قرون والآن كان يدرك جيدا أن الأنظمة العربية قا عاجزة على ضمقرة حتى شعبها قادرة على الدفاع حتى على حدودها المحتلة فكيف يمكن أن تدافع على قضية كقادرة فلسطين التي هي قضية حسابات جو سياسية دولية دكتور بالقادي طبعا أنا أحبب أن أعطي المجلس ترجمة نانسي قنقر